عند بعض الرضع يعني فكرة أن السادي بيكون منتفق شوية هل ده بيكون في البنات بس ولا بنات ولاد وإيه أسبابه يا دكتورين ده حاجة بتخض الأهل هو مش في شوية هو في نص الأطفال في بعض الأبحاث ساعة أكثر نص الأطفال اللي علاقة بالسمنة؟ خالص خالص هو فيه هرمونات زي الاستروجين والبروجسترون بيبقى واصلة من الأم للجنين فلما بيحصل أنه الطفل ده بينزل أو يتولد فبيبدأ إمداد الهرمون ده وتنقطع فبيحصل إثارة لهرمون اسمه البرولاكتين البرولاكتين ده هو اللي بيكبر التادي شوية في الأطفال سواء ولد أو بنت وممكن يحصل إضرار لبعض اللبن عشان كده الناس في الدارج أو في العموم يقولك إيه العصر التادي عشان ده مش عارف ما يعملش إيه وعشان عرع بتاع الطفل لأنه فعلا هو التادي بيكبر وممكن بفيه إفرازات لبن إيه بس ده الطراب هرموني نتيجة إن مفيش هرموني اللي كان موجود أثناء العمل سواء ولد أو بين وبيختفي في عدة أسابيع وبيعثروا فعلا أستاذ أمه اللي أنا بقولك ده خطأ ده خطأ شائع خطأ شائع طيب لو أم شافت ابنها وبنتها عنده أستاذي منتفخ المفروض تعمل إيه وبدأ لغاية سنة كام شهرين أول شهرين من الأطفال تجاهل الموقف لأنه فيه أمهات بتعصر أو لسبب ما حصل التهاب التهاب دي أنا عرفه إزاي يبقى مؤلم يعني مجرد ما أم تلمس ويوجعه يبقى محمر ويبقى سخر التفل سخر ولا المنطقة دي لا ما كان منطقة دي يبقى محمر وسخر وبيوجعه نعم يعني مجرد ما يدوس عليه هيوجعه نعم